من ضمن الحاجات اللي فيها اهتمام وتقدير من جانب الصحافة شهر يونيو و30 يونيو 2013 والحصر في 30 يونيو حقيقة المجلات والصحف المصرية عاملة شغل كبير في هذا الإطار خلونا نستعرضه كده مع الأستاذ عبداللطيف حامد مدير تحرير مجلة المصور لأنه زي ما أنت حدثك كنت تشوفه الغلاف بتاع مجلة المصور ثورة شعب أنقذة الوطن المصور تحتفل بشهر الانتصار والخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية والحقيقة ملف كامل جوا في هذا الإطار الصفحة شكلها الغلاف شكلها دايما على فكرة وحلوة العشرة 30 يونيو و10 فوقه ثورة أنقذة الوطن حقيقة دايما المصور يعني وضاري الهليال دايما تعج بكثير من الفنانين وأصحاب الريشة وأصحاب القلم والحقيقة ليهم بصمة هائلة جدا في تاريخ الصحافة المصرية أستاذ عبداللطيف حامد بودير تحرير مجلة المصور مرحب بيك أستاذ عبدالطيف أهلا بيك أستاذ جابر ويعني احنا بنشكرك على دعمك المتواصل لملف الصحافة عموما وداري الهليال خصوصا يعني يعني 30 يونيو و10 سنين على هذه الثورة أنتوا عاملين ملف حلوة أوي جوة فبشكركم عليه شكري جزيل مجحة تدينا كده يعني نبزك كده عنه والجهد المفزول في هذا الإطار أولا أهلا بيكوا دايما بيشرفنا أن احنا نظهر على يعني شاشة سي بي سي ومنشط إحنا البداية أستاذ جابر وطبعا حق أستاذنا في هذا المجال جينا نفكر دي عشر سنين إحنا بنتكلم في عقد من الزمن مر على صورة 30 يونيو نعمل إيه فعملنا يعني اجتماع موسع وقعدنا نفكر إزاي نتعامل مع المناسبة دي إحنا نتكلم في عشر سنين وبصراحة كده يعني ما نخبيش على المشاهدين الكرام إحنا بننسى عموما وزي ما أديب نوبل قال قافت حارتنا نسيان فإحنا قلنا لازم نذكر الناس لازم نقول للناس التكرار يعلم الشطار التكرار يعلم المحبين للوطن التكرار يعرف الناس ماذا حدث من جرائم الجماعة الإرهابية إزاي نحن ما ننساش إزاي نحن ضغوط الحياة إزاي نحن حتى الأزمة العالمية إزاي الظروف المحيطة وإحنا عارفين هي صعبة على كل العالم مش علينا لكن إزاي نفضل فاكرين أن ده كان شهر الخلاص والانتصار على الجماعة الإرهابية شهر الانتصار على حكم المرشد شهر الانتصار على أخوانة الدولة المصرية شهر الانتصار على محاولة خطف هوية المصريين والدولة الضربة في جزور التاريخ ده فقولنا طب نعمل إيه؟ مش هينفع عدد واحد إحنا عموما يا أساس جابر وحاكم تابعنا بنعمل عدد لكل مناسبة فقولنا لا المرة دي بقى لازم يبقى مجموعة إعداد لازم يبقى شهر متواصل وكل الأطراف تشارك نشتغل شهادات من اللي كانوا موجودين نشتغل مع القوة النعمة نشتغل مع كبار المفكرين نشتغل مع ناس من اللي كانت موجودة زي حسن شهين في العدد ده نشتغل كمان مع المنظرين بتوعنا والمفكرين الكبار الناس اللي نزلت الميدان ورصدت بنفسها وانت عارف ان احنا كنا موجودين حتى وانا اسمح لي عندي شهادة لما ساعدتك تسألني عليها هقولك لان دي تكاد تكون حصرية لمنشط يعني فقولنا لازم نعمل شهر كامل نغط فيه ثورة 30 يونيو 10 سنين هذه الثورة العظيمة التي أنقذت وطن ممتاز الزملاء بقى يعني ناخد كده شغل الزملاء في هذا الإطار بص مثلا احنا بدأنا يعني مقدمة كبيرة ودي الصراحة كتابة لأستاذ أحمد عيوب رئيس تحرير تمام استعرض فيها أهمية هذا العدد الاستثنائي أو هذا الشهر الاستثنائي في تاريخ مصر تمام وقال فيه ان يعني احنا مش مجرد بنحتفل بالثورة لا احنا بنقولكو ازاي الثورة حصلت وازاي أسقطت مؤامرات أصلا كان بتستهدف المنطقة كلها خد بالك اللي كان بيحصل يا أستاذ جابر وساعدتك عارف ما كانش بيستهدف مصر بس انت كنت بتستهدف المنطقة عارف حضرك وطبعا متابع كوندليزة رايس والشرق الأوسط الكبير وتفتيت الدول عشان المشاهدين يبقوا عارفين هو كان المقصود الشرق الأوسط مفتت لعشرات الدول فيبقى شرق أوسط مفتت يبقى قابل على تطويعه قابل على السيطرة عليه الحمد لله ثورة 30 يونيو هي اللي أوقفت هذه المؤامرة على المنطقة بالكامل تمام ثم المؤامرة على هوية الدولة المصرية ثم المؤامرة الإخوانية لحكم البلد مصف قرن من الزنان انتزاع المصر من سياقها التاريخي والفكري المستنير السليم فثورة يونيو أسقاطت ده دي المقدمة بتاعتنا وبنقول فيها مش بس ثورة يونيو ده احنا بنقول لكم ان كان عندنا عشر سنين من البناء في كل المجالات ووصولة للجمهورية الجديدة عندنا أستاذ محمد رجب محمد رجب ختم الملف في القطار ده وإحنا عملنا كمان مجموعة صور أرجو القائم العزيز يستعرضها ويشوفها بدأنا الموضوع يا أستاذ جابر والصورة بألف كلمة ده زمان أعتقدنا بأكتر من كده بمليون كلمة استعرضنا محطات الثورة مصولا إلى الخلاص من جماعة الإرهابية وكمان وضع هؤلاء القيادات في أقفاص المحكمة العادلة اللي كان كل المصورية وكل العالم شاهد عليها فكرة الصورة أستاذ عبل طيف أنت عامل هنا صورة 1, 2, 3, 4, 5, 6 لحد رقم 12 كل صورة عليها فكرة كشف الشعب فساد الإخوان وفشلهم وإجرامهم أنت جايب ثلاث صور تحرك الشارع لإنقاذ الوطن جايب ثلاث صور تحذير من الجيش لم تستمع إلى الجماعة الإرهابية ثلاث صور كلمة النهاية استعادة الدولة وسعادة المصريين جايب ثلاث صور فيبدو أنه موضوع الصور ده مختار بعناية زي ما حالتكم شايفين كده أنه إحنا اختصرنا اختصرنا الكلام كله في 12 صورة في 30 يونيو صح كده سعب لطيف مظبوط وبتعليقات رشيقة كمان وختيفة على وزن المواطن وعلى عينه يدركها بدون فلسفة وبدون الكتابة الكتير والكلام الكتير يعني خيروا الكلام مقلة وده وده اللي خلنا وإحنا للأمانة بنعمل ده في مختلف الملفات ها أخبرنا حتى كلمة أخيرة في هذا الملف الفضل إحنا اللي بنقول يا أستاذ جابر أن الرجاء الناس لا تنسى الرجاء الناس تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا وليست محليا فقط يراعوا أن احنا نجحنا في استعادة دولتنا وأن احنا اللي حققناه من إنجازات في مختلف المجالات ومختلف المشروعات دلوقتي هو نتاج لصورة 30 يونيو التي لو لاها كنا هنروف في منطقة تانية عارف حالك طريق اللي روح ما يرجعش لقدر الله فياريت الناس ما تنساش ده وياريت الناس برضو تشوف الإنجازات دي بعين الحيادية بعين العقل شوف انت وصلت الفين في وقت فيه دول كتير أصلا ما عادش موجودة على الخريطة وإن كان البعض بيحاول يهون من الكلام ده الحمد لله أستاذ عبداللطيف بشكرك شكر جزيل أستاذ عبداللطيف حامد مدير تحرير مجلة المصور وأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير وكل الزملاء المجموعة سلامي للأستاذ غالي محمد وأستاذ عبداللطيف أستاذ غالي محمد ده أستاذنا أستاذنا في الاقتصاد وأستاذنا في الملفات الاقتصادية المهمة أستاذ غالي محمد ربنا تديه الصحة وتوتر أمت